ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كياسي حيث أفاد تقرير نشرته مؤسسة ستاندر أمبور بأن أسعار المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بنسبة 14.6% على المستوى الوطني ومنما جعلوا الارتفاع الأعلى منذ 30 عام حتى يفوق الارتفاع الذي حصل عام 2006 ومن أكثر المدن التي شهدت ارتفاع في أسعار المنازل كولمن فينيكس، سان دياغو، سيارو، وشيكاغو وأيضا من المدن التي حققت أكبر مكاسب سانوية فيما يتعلق بمبيعات المنازل هي شارلوت، كليفلند، دالس، دنفر، وسيارو ويعلق الموضوع إلى انخفاض العرض وارتفاع الطلب وعدم بناء المنازل الجديدة بسبب عدم وجود العمالة وعدم توفر عمال البناء وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء فستمر هذا الأمر الإنسان